قلت لي دخلت وقيت المرة قال سافق الردم وولا دي تحت الردم قال لي تنحيد تحيد الردم وتي بكي معايا وتي بكي تذكر البكاء دياله والآلام دياله والآهات دياله قال لي طح طح لي الردم ولا دمعة واحدة أكثر من ذلك تتقول لي وفرحانة قلت لي مني هالزوج بدوهم تحت الردم لقوها ساجد وتيشاهد ويفرحانة على الصورة اللي مشى فيها الابن ديالها الأستاذة بوشرة المرابطي أخي الصائية نفسية وباحثة في علم النفس الاجتماعي أولا نرحب بكي في موقع اليوم 24 أهلا وسهلا وسهلا على دعوتكم كلمة نعم أستاذة يعني زلزال مدمر يعني شاملة منطقة الحوز والأقاليم المجاورة وأنتم قمتم بزيارة طبعا باعتباركم أستاذة كما قلنا أخصائيا في الجانب النفسي كيف هي حالة نفسية لهؤلاء الذين طبعا صدموا بهذا الضمار الكبير الذي لحق المنطقة أهم شيء اللي يباني على أن الناس مسكونين بجوش ديالأمور مسكونين بقلق الموت ومسكونين بالخوف والهلع من الضياح قلق الموت لأن الزلزال كما سنعرفو إحنا كاملين أن احتمالية العودة دياله واردة لأن ما تضربش من روح ذو تيحبس لأن ذاك الارتدادات تتبقى لحسب يعني الطبقات يعني للأرضية فبالتالي بالنسبة لهم دائما احتمال غيرجع الزلزال احتمال غيرجع الزلزال احتمال غيرجع الضمار وهذا معروف تاريخيا يعني مشيغي فقط عن سكان يعني أقليم الحوز مسكونين أيضا بالفكرة ديال الضياح حتى الناس اللي ما عندهمش فكرة الموت ومسلمين وعتبروا قضاء الله ويؤمنون بالقضاء لكن فكرة الضياح مسيطرة عليهم علاش لأنه ضعت لهم كل الإمكانيات والممتلكات ديالهم من السكان من اللباس من أتات من أواني كيلي تقول لك بشان طيب تيمشي تيخطف تيقول لك سنخطف ونجيب واحد الكسر هنا ولا نجيب موس ولا نجيب معلقة ولا نجيب كذا بشي طيب إذن الفكرة ديال الضياع معناها أن خايفين تستمر هذه الحالة خايفين يبقوا في الخيان خايفين يجي البرد ويجي التلج اللي يخلي واحد سيت يقول لي يشوفه أستاذا في هذه البلاصة من غير تحت تلج من يمكن تشي واحد أو لولد المرى بتعبيره يقدر يبقى وقفتهم في هذا النقطة أستاذا ممكن تعودينها شي قصة ملشتيها يعني أطرات فيك في هذه اللحظات يعني حالة نفسية تكون صعبة عاشها ممكن تحكي لنا هذا الجانب لأنك كنت في الميدان وشتي هذه الحالات تتعرف على أن معظم معظم الناس ديال هذه المنطقات طبعا كيني الناس اللي تزولوا الفلاحة وتيدروا الزراعة وكيني الطرف آخر أو جانب آخر من هؤلاء تيمشي البيلاج تيمشي لمدون الكبرى بحل مراك شو تيخدم فيها تيبقى الأسبوع كامل أولى جوج ديال الأسابيع وتيجي لعند دار أنا قبلت في الحالات الخاصة لأنه كانت ورشات جماعية وكانت طبعا حالات خاصة سواء اللي تيجيبوها ليا النس ليا السكن للدوار أو اللي تيحولها ليا الأطباء باعتبر أن القفيلة هي كانت قافلة طبية قافلة الدعم الطبي والنفسي بني تيشوفوا الحالة دياله تيحلوها ليا فهد سيدها ذاك هو في متوسط يعني للسن هو عنده 52 سنة هو تيشتغل في مدينة مراكش حرة فيه في أحد الحرة ومن يوقع الزلزل كان هو في مراكش لقد لي الصبح معالف جرجاي في الطريق لأن توقفات الحركة ديالنقل معالف جرجاي قال لي أخذها الطاكسي الأول أخذها الطاكسي الثاني وملقاش مازال اللي غالي يديه الدوار وفي أعالي الجبال وكنت طبعا أنا بدوري معهم في أعالي الجبال ساعة ونص وتيتمشو وتيبكيتي ووتو جاي عنده جوج دراري قال لي مني دخلت ودار وباش تعرف باش يتكلم بصعوبة والدموع يعني لا تفارقوه والحزن بادي علي قال لي مني دخلت وقيت المرأة قلسا فوق الردم وولادي تحت الردم تيبكي شنو دار قال لي يتنحيد تيحيد الردم وتيبكي معايا وتيبكي تتذكر البكاء ديالو والآلام ديالو والآهات ديالو جيب دولادو من تحت الردم قال لي ودفنتهم بيدي وشتد غلبو البكاء والصراخ شيقول لي دو كيش دراري اللي عندي في الدنيا هاو ما مشاو طبعا من بعد في اللخار بديت تنقله يعني كين إمكانية الحمد لله ما زرستي قل لي أنا كبير وحتى لبغيت أنا مرتي ما بغش لأن مرتو مريضة وجيبها لي من بعد مرتو مريضة وتتقد الأدوية ديال الاتراب التهني عنده صعوبة أنها تولد فهو تشوف ما كان يملكه ضع والقدرة ديال أنه بين قوصين يعوضوا يعني عنده صعوبات فيه هذه من بين يعني الصور اللي كانت قاسية وصورة أخرى للشيخ تنقله الشيخ هو في الحقيقة أنه هو مزال صغير عنده 62 سنة وعنده الأحفاد لأن الإبن ديالو اللي بولدته جابولية حاله عليا هذا الرجل ولدته كلهم مزوجين في المدينة عنده البنات مزوجين في جمعة المدون والولاد كذلك إذن هو في ذاك الجبل ساكن معه طبعا مع الناس ديالدور وهو في زوجة ديالو تعشوا تيقول لي قتلي المرأ أجي تنعز تيقول لها لغين عسينتي أنا رغا ديمشي يسقي الأحواض ديالو يسقي الغرص غي يسقي في الليل باش تيشرب الماء ولغا دي الصباح تيكون مزيد قل لي يا نتادي تلو حد لحظة نحس بالأرض نمشت وجات بيا بديتني وجابتني الزيت رصي قل لي أرطمني واحد البرد واحد الريح ضربو هي طبعا ضربتني الزلزال ضربو لاحو قل لي تلاحيت على رصي وبقيت ضايخ مني تواعيت الزيت رصي دورت وجهي الجيس تدور تيقول لي بهذا التعبير تلقيت الغبار يعني بكثرة الردم القرغبار قال لي رجعت وانا تنحاول مع قتلك لا تيحاول وتيزرب وتيزرب مني تخل تعيط على المرأة أفلانا 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 قال لي ما كي نجوب بات تعبير وتيقول لي ما كي نجوب غسك تخيل هات السيد في هات السين هذا كيف دموعه تنزل على الأخديد ديال وجه دياله بوحد الألم ويرتعش وهو يتحدث على الفراق ديال الزوجة ماتت بتلك الصورة يعني من الصور يعني اللي بقت وتأكد عكس الوفاء عكس الوفاء للوفاء الزوجي يعني كوحد أخور قد يقول الله يرحمها صحيح الأستاذة طبعا الأمر محزن وصعب وهذه القصص قصص حقيقة معبرة عن ألم معبرة عن حزن ولكن في ظل هذا الوضع الرابورتاجات التي أعددناها في موقع يوم 24 لاحظنا أن هناك أيضا تفاؤل هناك أمل هناك إيمان داخلي هناك شيء باطني داخلي في هؤلاء يجعلهم أنهم يؤمنون بهذا القدر تصريحاتهم تعبر عن رضاهم بما حصل كيف تلاحظون أين هذا الجانب هذا البعد من أين استمد هؤلاء الناس هذه القوة الداخلية طبعا هو المعلوم أن البوادي بصفة عامة وثق الجبال بصفة خاصة هم ناس اللي الدين تشكل جوهر ثقافة ديالهم وهو المحرك ديالهم في خلفيتهم في سلوكهم في عاداتهم في اليومي في الحياة اليومية وفي الحس المشترك ديالهم يعني هو حاضر وحاضر يعني بشكل كتير ثانيا طبيعة التربية الجبلية التربية ديال هذيك المناطق تربية اللي سنقول متتفشش بنادم وإنما تتربى فيه الجلد وتتربى فيه القوة وتتربى فيه الصبر فبالتالي كل ما لاحظنا هو جدء من ذلك ولكن رغم ذلك الناس سأثروا بشكل عام لكن كانوا احنا الناس اللي يلمدينا كانت الأثر ديالنا أو التأثر ديالنا غد يكون أكبر بكتير ومن بين الحالات التي أذكرها حالة مرأة متزوجة لكنها شابة عندها 32 سنة كانوا عندها عندها ثلاثة ديال اللي وليدت ضع لها وليدها الكبير اللي هي مني كانت قلصة في الليل لأنها دكشرة ضرب في الليل عندها الوليد صغير والوليد اللي كبر منه حدها والوليد الكبير اللي عنده 14 سنة وها يرحمه كان عنده فيه حد بيت بعيد هذك هذك الوليدت وخرجت مني جت تطعيط بش يخرجو خرجو الوليد الوليد طح طح لي يردم ولا ولا دمعة واحدة أكتر من ذلك تتقول لي وفرحانة قتل مني هالزوج بدوه من تحت الردم لقوها ساجد وتشاهد هكب هات الطريقة ولي فرحانة على الصورة اللي مشى فيها الابن ديالها وبل جوا عندي ناس حالات وفي صياق حديثي هم تكلموا لي على هذك وكان واحد وحد الوليد محبوب عنده الدوار وكان عنده أخلاق عالية بينما الجدة لي اللي هي أقوسها الجدة لي ما صبراتش دخلت عندي عاد اشتغلت معها ما صبراتش على الحفيد ديالها بينما بقى لي جد أحفاد والأم دياله هي مسلمة بقدر الله وعافى أنه ليدها غدي يمشي الجنة وأنه ربي بغاه وكان مقدر له غدي يمشي في ذاك الوقت سواء بالزلزال أو بغير الزلزال وتتحدث بقوة وبي جلد بحيث مني جابوها لي السكان قلت له إذا ما محتجاني ما نقدم لك المساعدة قلت للا غدي نجم لك جدا وهي اللي محتاج بالصلابة ديالها وبالقوة ديالها وفعلا كما ذكرت يعني السكان لهذه المنطقة عموما يتميزون بالصبر ويتميزون بالقوة وكيف قلت عنده عاملين العامل تنشئ لجزء من هديني وجزء من هالتنشئ الجبلية وكيف تهيئ الإنسان يعني ما هو أسوأ في هذه الحياة نعم الأطفال وحديتنا عن التمدرس يعني أطفال الآن في حالة نفسية صعبة جدا فهذا اللحظة أن يكون في المدارس وما إلى ذلك يصطدموا بهذه الحالة بهذا الدمار كيف هي وضعية الأطفال في هذه المناطق وضعية الأطفال هي عموما وضعية قاسية وطبعا أرغم ذلك توقعنا الاختلاف ما بالحالات وهذا الاختلاف ما بالحالات بيشكلين عام بيشكلين عام أنتكلموا قبل ما تكلموا على الأطفال تتلعب فيهم جمعة من العوامل أولا العامل دي الخسارة شنو طبيعة الخسارة كل اللي عنده خسارة مادية فقط كل اللي عنده خسارة مادية وروحية يعني أحبابه مشاوله وحتفدو كل ناس اللي مشاوله واشهما مشاوله أقربين مثلا هذا مشاوله أولاده ولا واحد مشاوله ولد خالته ولد عمته ولا شي رجل كبير في العائلة يعني يختلفوا هذا الأمر ثم العدد كل اللي مشاوله العائلة كلها منيسة مشاولها ابها أمها أخوها بقتية واختها الصغيرة اللي عندها عامين هزاسة فقدرة وغادية فهذا يختلف ومشاول لآخر المستوى الثاني هو الغمانات الحالية اللي عنده السند كاللي مشاوله السند اللي كانت يصرف عليه بحال واحد السيدة وليه مسكين عند الطرابات دهنية ونفسية ورثني التاريخ لالأدوية اللي عندها وما بين واحد الإنسان وخاء وقعت له خسارة مادية لن يعيله أو عنده الإمكانيات المادية باش يعيل راسه إذن هذه أيضا هي فارقة بالنسبة للناس في التحمل وقدرة التحمل وقدرة المواجهة وقدرة الانتظار أيضا السمات ديالشخصية بمعنى مثلا نقول إحنا السمات الشخصية نقول الإنسان عنده توازن نفسي وذهني وعنده مهارات في الدو وخدام عنده مستقبل دراسي أو مستقبل مهني عنده استقرار وما بين واحد ما عندوش ثم واحد عنده الطراب نفسي تاريخيا قبل الزلزل كان عنده واحد تاريخ ديال يعني الاضطراب ربما هناك الطراب جسدي الطراب دهني الطراب نفسي هذا أيضا يحدث نوع من الاختلاف أيضا تاريخ الجروح النفسية هذا التاريخ للجروح النفسية كل عنده جروح قليلة كل عنده جروح كثيرة كل عنده جروح كثيرة ولكن معنى اللي تعطاه وحد أخر وهذا كل هو اللي تعطينا الاختلاف ما بين سواء الكبر وسواء الأطفال الصغار باش نجي جوابك على سؤال الجانب تحدثت عن هذا الجروح الجروح النفسي الصعب يعني هذا الدمر غير يروح الجروح كبير جدا هذا الجروح ممكن أن يستمر معه مدة هل طبعا سيؤثر هذا على الحالة النفسية على المدى البعيد فوارق بين الناس ولكن عموما عموما في الدراسات النفسية سواء في التاريخ القديم أو التاريخ الحديث أن الكوارث الطبيعية زلازيل براكين ربما حتى حوادث السير أو يعني هجوم بيالصريقة وقتل كلها تخلف هذه تتم صدمات تخلف في الإنسان ثلاث نمالج أو ثلاث أشكال من الإضطرابات أول طراب هو الطراب قلق مع بعض الصدمة يخلف مجموعة من الأعراض عند الإنسان اللي يتكلم تعليها غني يمشي به يعني في حياته اللي الكوابيس لا تفارقه أحلام اليقظة لا تفارقه غايكون عندهم خفاض تقدير الدس قبل تكلم تين رجعوا لسؤال دير التمضروس غايكون عندهم خفاض تقدير الدس تبين على هؤلاء الناس الانطواء في بعض الأحيان تظهر حتى العدوانية وإن كنت نفس زيارة دي لعند الناس ما بنت ليش مع علم العدوانية ولكن محتمل أن تظهر بينهم أو تظهر في الحياة يعني المدرسية قد يظهر أيضا حتى التبول لا إرادي يعني خاصة عند الأطفال في بعض الأحيان يرتفعوا القلق في بعض الأحيان لا حسب كل حالة والبنية النفسية دي والتاريخ اللي تكلمنا قد يعني يظهروا الاكتئاب ونخفض تقرير الدات إذن هذا غني صاحب الإنسان وحد المصار طويل لأن حتى الأطفال غير بان عليهم ضعف التركيز وده غير يأضطر لهم على الأداء المدرسين الذي ينبغي أن يؤخذ بها الاعتبار من الأساتيدة ومن الأخصائيين قد تحدثوا عنه فيما بعد من بين الاضطرابات التي تظهر أيضا لذلك بالبانيك الطراب الهلع والطراب الهلع بحل نقلو بالدريجة باش نتواصلو مع الناس ويفهمونا بحل تتركب على بندم الخلعة الفزعة هو قلس ما كانش سبب خارجي دياله ولكن هين ذك الشي تراكم في اللاوعي دياله غدي تجي لحظة حتى ستتركب عليه هذه الفزعة وهذا الخلعة ولكن انت تعطي الطرابات جسدية تقدر سبال لك انت يسيرة ولكن يرى تتخطله تيبان عليه التراب للجهاز الهضمي تيبان عليه الاحساس والشعور بالغتيان تيبان عليه الدوخة لدرجة قد يفقد يعني السيطرة على ذاته عنده خوف داخلي من فقدان السيطرة الارتعاش ضربة القلب يعني المرتفعة الحمرار ويحس او السادة الطالبي يحس بانه قد يفقد السيطرة وغيدخل في حالة الجنون وقد يؤدي به الأمر إلى النور هنا سأدخل سأدخل السادة هناك اضطرم ايضا اضطرم القلق العام وفي بعض الاحيان لا تضطرم الاكتئاب الآن السؤال الاخير الذي يجب أن نركز عليه كيف سيتم مواكبة هؤلاء الناس هل سنتركهم هكذا الآن هناك برنامج لبناء العمران ولكن هذا الإنسان بهذه العوامل التي أشرتها وهذه المضاعفات التي سيخلفها هذا الضمار كيف يمكن مواكبة هؤلاء الناس هل هناك برنامج في هذا الجانب لتقطير النفسي لهؤلاء إلى حدود علمي ما كانش برنامج رسمي دي المواكبة دي الناس على المستوى النفسي اللي كان هو واحد لبرنامج مرحلي تهيء يعني الأطفال اللي غدين يعني المدرسة ولكن في نظري خصيد درش حاجة أكثر من ذلك وعندي ملاحظات إذا رجعنا إلى هذا السؤال لكن هو عمل تطوعي بحلقة في القوافل اللي تمشي وذلك عمل تطوعي أنا تنقول هؤلاء الناس محتاجين لدعم نفسي أنا ودعم نفسي مستقبلي يعني غد يخذ واحد المدة طويلة إلى أن يستقر يعني الحال مش دي الجميع ولكن الحال دي الناس اللي في حاجة أكبر نظر الطبيعات يعني العوامل اللي تكلمنا عليها الآن هو هد القوافل الطبية والنفسية اللي وجدت من خلال وأقول وأنا تنأكد فقط الضوابير التي زرتها أن المساعدات لأكل ولياللباس كانت كثيرة جدا حتى تنقول احنا بدرجة شاطط ولكن محتاجين الدعم الطبي هم في حاجة إليه والدعم النفسي لذلك أنا تنقول القوافل اللي ستمشي ولو غير الناس اللي ادين المكل ادين شرب يقلبوا على الأخصائي النفسيين فالمحيط ديالهم على الأقل في كل قوافل يكون واحد الأخصائي نفسي وبالمناسبة أنا سنوجه نداء زملائي من خريجي شعب علم النفس في الجامعات المغربية وهي الحمد لله عديدة أن علم النفس تاريخيا كان في قلبي يعني الأزمات وكان محايتا لحاجياتي الإنسان اليوم المغرب محتاج فعلا خريجي دي العلم النفس أيضا قلت محتاجين لدعم النفسي مستقبلي يعني الدولة تستدير برنامج وغالي يكون تسجل في كل دوار شكل ناس تيبان راه الناس يبان لهم راه من ناس نقول لك من ناس نوصلوا تيقول لك لا غنجيب لك فلان وغنجيب لك فلان وهذه المرارات مثل هكذا وكذا وهذا الرجل بحل لبال الرجل اللي قلت لك ما أكله وليداته راه جابوه لي سكان واحد الرجل اللي راه ماكله وليداته وندفنهم بيدوا وراه ما صبرش وجابوهم وجابوهم إذن هما يعرفون بعضهم إذن الدولة تستدير برنامج ديل هذ الناس اللي تتسجلوا أن الحالة النفسية والحزن والإضطراب قد يبدو حتى الإضطراب أو بعض الأعراض ظاهرة مسجلة عندهم وما ينصقون بين نقاط الدواوير إذن هذ الناس محتاجين على أنهم يزوروا لأطباء المتخصصين في المستشفيات والأخصائي النفسيين والإيمانة الدار يعني للآلية الدعم دي التنقل عند هؤلاء الناس هناك بالنسبة للأطفال الأطفال أولا أننا نشدهم في هذه اللحظة هذه ونهزهم ديهم المدرسة أنا بالنسبة لي سنقول وأقولها دائما الاستقرار النفسي والتوازن النفسي مقدم على التنظرس بالنسبة لي أنا كان خصي يكون شوية دي التريوت وهذه الوليدات نخليهم في الأجواء دي الأسر دي لهم العائلة دي لهم العائلة دي الدوار لأنه هو مصدر وأماني بالنسبة إليهم لأن هذي الناس وأنا من خلال زيارة دي لي النار اللي غد توصلهم المساعدات ده ببني غير يكمل الإحصاء وتبدأ توصلهم المساعدات ويشوفوا بداية الإعمار أنا داك ريجع لهم الإطمئنان هذي الوليدات غير يطمئنوا لعائلات دي لهم وقبل من ديهم خص المدارس التي ستستقبلهم خص يكون الأساتذة والإداريين داروا الاستقبال أو تهيئ دي الأطفال اللي يسمى لحسن التعامل مع هذي الوليدات تتعرف الأطفال المراهقين يرون مغي أطفال المراهقين قد يمارسون العنف تجاه بعضهم البعض قد يمارسون التمنمر تجاه بعضهم البعض وهذا تيخلف يعني مجمعة دي الجروح والألام والأطفال النفسية السلبية ولذلك أنا سنقول خص المدارسة تهيئ بأطورها التربوية والإدارية وتهيئ الأطفال والمراهقين اللي يستقبلوا هذي الوليدات لأننا خصنا يعني عندهم حتى تعامل خاص أيضا في المدارس خصي كل أخصاء نفسي ولذلك أقول أخصاء نفسي لماذا؟ لأن من تتبع شيء أعراض شيء يديك وسلبية وقد تعيق حياة الإنسان هذا الطفل أو المراهق ما لا تحتاجوا إلى تأني والتأخور وباللاتي وندوزو ونعمروا هذة الورقة ويجاوبونا هذو وتتعرف الإدارة عندنا كيفاش اللي عمل للشغال خص مباشرة يدوز عند الأخصاء النفسي في المدرسة ولذلك أنا أقول وأناشدوا الدولة أن تحصي جميع المدارس التي ستحتضن هؤلاء الأطفال سواء اللي مشو جماعات أو اللي غيمشو فرادة على أنها تعزز المدرسة بالأخصائي النفسي ما شيء اللي غيجي مرة في الأسبوع خصو يجي بشكل دائم يومي العمل ديره غيكون تم إلى حين أن هذة الوليدات يستقروا إلى حين في الحقيقة نهاية سات السنة لأن الأعراض اللي يتكلمنا عليها والطرابات اللي يتكلمنا عليها مثلا الطراب الهلاء أو قلق مبعض الصدمة يقدر يبان واحد في الصراء أنه وقف ولكن من بعد يعني غالي يجي أستاذ بوشتران رابطي أخصائية نفسية شكرا جزيلا على هذه المعطيات القيمة العفو العفو أستاذ شكرا لكم على الاستضافة وشكرا لكم على إطارة يعني هذا الموضوع لفعلا المغرب حاليا محتاج الحديث عليه الحديث عنه وخاصصا الدعم المكسي والدعم الطبي الذي قلته في البداية ومن خلال المعاينة أنه يتصدر حاجية هؤلاء السكان ويتقبلهم من الشهداء شكرا جزيلا شكرا جزيلا